اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بي في الشعاء في الشعاء فلنتعرف الآن على حجم الأسطوانة لاحظوا أعزاء التلاميذ هذا الشكل الذي يمثل أسطوانة قائمة ذات قاعدتين دائريتين لحساب حجمها نقوم بملئها بواسطة الأقراس كما تشاهدون ثم نعد الأقراس اللازمة لملئ هذه الأسطوانة كاملة إلى كم احتجنا من قرص لملئ هذه الأسطوانة؟ عشرون قرصا نعم عشرون قرصا إذن ما هو حجم هذه الأسطوانة؟ V تساوي مساحة القرص في عشرون نعم مساحة القرص عشرين مرة إذن V تساوي P في R في R وهي تمثل مساحة القرص في عشرين مرة وتمثل الارتفاع فلنلتقل إذن إلى القاعدة كما شاهدنا في المثال السابق أعزاء التلاميذ عشرون قرصا تمثل الارتفاع ومساحة القرص تمثل القاعدة إذن V تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع نعم بعبارة أخرى V تساوي P في R في R في H أحسنت فننجز معا هذا المثال نعتبر الأسطوانة C بحيث الشعاء يساوي عشرة سنتيمترات والارتفاع يساوي 25 سنتيمتر ما هو حجم أسطوان الس كما تعرفنا على ذلك سابقا مساحة القاعدة في الارتفاع أحسنت إذن V تساوي P في R في R في أخر أحسنت أحسنت وبالتالي للجواب على هذا السؤال نعود كل عنصر من عناصر القاعدة بقيمته المناسبة تصبح النتيجة V تساوي 3.14 قيمة P في R عشرة سنتيمترات في R عشرة سنتيمترات في H 25 سنتيمتر إذن النتيجة النهائية تصبح V تساوي 7.850 سنتيمتر مكعب نعم جواب صحيح فلنطبق معا ما تعرفنا عليه على بعض المجسمات ماذا يمثل الشكل A, B, C, E, F, G A, B, C, E, F, G موشور قائم جيد ما هو شكل قاعدة الموشور القائم قاعدة الموشور القائم عبارة عن مثلث أحسنت ما هي مساحة المثلث S تساوي A, B, F, R مقصومة على إثنان أحسنت إذن ما هو حجم الموشور القائم Z تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع جيد بعبارة أخرى Z تساوي مساحة المثلث A, B, C في الارتفاع أحسنت تصبح النتيجة Z تساوي A, B, F, G مقصومة على إثنان وهي مساحة المثلث في A, A وهو طول الارتفاع نعم جواب صحيح إذن أعزاء التلاميذ كما شاهدنا يمكن أن نخلص إلى أنه لحساب حجم المجسمات يكفي أن نحسب مساحة القاعدة في الارتفاع إلى هنا ينتهي درس اليوم في أمل اللقاء بكم في درس جديد إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن عند zoعبة